اشتركوا في القناة اولا ما هو تقييمكم لوضع الرهائن في الجزائر؟ انني ادين باشد العبارات الممكنة الهجوم والقتل واحتجاز الرهائن انا اقدم خالص التعازي لأسار واحباء العمال الذين لقوا مصرعهم واود ان اعرب عن تضامني مع البلدان المتضابرة يقال ان هناك جبهة تنجيدة لحلف الشمال الاطلسي ستفتح عبر المنطقة اي في الصومال ومالي والنيجر وموريتانيا ولعل الجزائر الان هل ترى الامر على هذا النحو؟ لا ارى للحلف الاطلسي دورا على هذا النحو طبعا نحن نراقب الوضع من قريبا كما نراقب عن كثب الوضع في منطقة الساحل منذ سنوات وكل انشطة الجماعات الارهابية والمتطرفين والعصابات الاجرامية ولهذا احيي الاجراءات السريعة التي اتخذتها فرنسا في مالي بناء على طلب من رئيس مالي حسب تقتيري كان من الواضح ان اتخذ اجراءات لتمهيد الطريق لتحقيق استقرار يقوده الافارقة امر جيد فرنسا هي عضو في حلف الشمال الاطلسي هل سيدعم الناتو هذه العملية عبر الطائرات اواكس او بواسطة طائرات بدون الطيار او عبر الاستغبارات فالناتو وفرنسا يتقسمان جميع الموارد نعم لا ارى دورا لمنظمة حلف شمال الاطلسي ولكن بعضا من افراد هذا الحلف ساعدوا فرنسا في المراقبة وفي النقل وفي عمليات الاسناد وغيرها من المساعي اللوجستية ولكن على فرنسا تنسيق مجهودات عما بروكسل من هنا يكون لها تعامل بشكل ما مع حلف شمال الاطلسي الحلف الاطلسي كمنظمة ليس له اي مشاركة والان الاتحاد الاوروبي يقوم بتكوين جنود مالي ويوفر لهم المعدات الطبية وغيرها من الامور اليس هذا دور الناتو لماذا يقوم بذلك القوات المسلحة المالية لديها حاجة مسا للتدريب والتعليم وانا ارحب بمهمة التدريب التي يقوم بها الاتحاد الاوروبي في هذا البلد ولا يمكننا ان نسمح لمالي ان تكون موطنا ووكرا للارهاب كان لحلف شمال الاطلسي تدخل في موطن يعاني من الارهاب وهو افغانستان فلماذا لا يتدخل في مالي لا يمكن للناتو ان يكون حارسا للعالم وان يتنقل من بلد الى بلد اخر بغاية حل جميع المشاكل اذا لابد من تقسم العمل على ذلك واسمح لي ان اذكرك بان مجلس امن الامم المتحدة فوض قوة افريقية لتحقيق الامن والحفاظ عليه في مالي في الايام الاخيرة شاهدنا ان الناتو يقدم سعادة دفاعا لتركيا احد اعضائه بنشر صوريخ باتريوت لكن تركيا ليست تحت تهديد الغزو العسكري او التفجير اليس هذا السلاح قوي جدا مقارن بنوع التهديد لا بل هو اجراء دفاعي بحت حسب المقتضيات كانت هناك حوادث وقصف على طول الحدود السورية كما وقعت اصابات في الجانب التركي من الحدود شاهدنا اطلاق الصواريخ على الاراضي السورية لكن على مقربة من الحدود التركية كان هناك تهديد حقيقي ولهذا السبب قرر اعضاء الناتو التعبير عن تضامنهم مع تركيا بدعم الدفاع الجوي التركي لتمكن من ضمان حماية فعالة للاراضي التركية ولسكانها ولكن صواريخ باتريوت يمكن ايضا ان تستخدم لاتخاذ اجراءات دفاعية اخرى مثل مراقبة منطقة حضر الطيران فهل ستستخدم اسلحة اخرى في الاعمال العسكرية داخل وحول سوريا مستقبلا؟ ليس لدينا اي نية للتدخل عسكريا في سوريا كان واضحا للغاية منذ البداية ان نشر صواريخ باتريوت هو بمثابة مقياس واجراء دفاعي بحت ونحن لا ننوي استخدامها لاعداد منطقة حضر الطيران في الواقع ومن الناحية الفنية هذه الصواريخ لا يمكنها اعداد او فرض منطقة حضر الطيران ومع ذلك فانه يغير التوازن الاستراتيجي فهل نشر هذه الاسلحة هو عامل ضغط اضافي على النظام في دمشق وتشجيع المتمردين؟ الغرض من هذا النشر هو حماية السكان والدفاع عن الاراضي التركية ولكن من الواضح ايضا انه رادع للنظام السوري كي لا يهاجم تركيا وانني احث حقا النظام السوري على استيعاب تطلعات الشعب الشرعية وعلى وقف حملة قمع المدنيين ما يحدث في سوريا هو شيء مريع تحدثنا عن افغانستان العملية الخاصة بكم هناك وصلت الى مرحلتها النهائية بعد عام 2014 هل سيبقى بعض افراد حلف الشمال الاطلسي هناك وهل هناك خيار الصفر حسب المسؤولين الامريكيين؟ قررنا ان نبقى في افغانستان بعد العام 2014 نحن نتابع تنفيذ خطتنا لاسترجاع الامن تدريجيا وترك مسؤولية الصهر عليه للافغان بشكل كامل وقد بدأت هذه العملية وسوف يتم الانتهاء من مهمتنا القتالية الحالية بحلول نهاية عام 2014 واعتبارا من الفاتح من يناير 2015 سوف ننفذ مهمة تدريب لتقديم المساعدة لقوات الامن الافغانية ذلك هو طموحنا كم من شخصين سوف يبقى؟ لا لم نقرر بعد حدود مهمة التدريب القرار سوف يتخذ قريبا نحن بصدد التخطيط لهذه المهمة شكرا لك السيد الأمين العام لحلف الشمال أطلسي أندرس فوق رسموسين شكرا لك